السلام عليكم ورحمته وبركاته يا أهلا وسهلا بحضرتكم مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء يتجدد من برنامجكم في رحاب الأزهر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى هيا بنا نبني الوعي الوعي قضية قديمة حديثة سيدنا لوط عليه السلام ناد في قومه وأراد أن يبني الوعي فقال أليس منكم رجل رشيد الرشد هو إصابة كبد الحقيقة فتية الكهف لما آهوا إلى الكهف ما طلبوا من الله سبحانه وتعالى مالا ولا جاها ولا سلطة وإنما قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سيدنا موسى عليه السلام لما أراد أن يذهب إلى الخضر فتعلم منهم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصلك أمر هذا ما نريد أن ننقله عبر الأجيال المتواصلة إلى أولادنا وشبابنا خاصة في هذه المرحلة القطيرة التي تمر بها الأمة وما يحكل الأمة من مؤامرات عالمية عبر الحروب المتجددة من حروب الجيل الرابع والخامس وحروب الشائعات واستنزاف هذا الوعي لذا أهم ما يجب على الدعاة وعلى الجميع الآن هو بناء الوعي والرجد في عقل الشباب لمجابهة التحديات ومواجهة هذا الواقع بكل خطورته الحروب في الأزمين الوارفة كان يستخدم فيها الأسلحة والطائرات والدبابات والأسلحة الثقيلة وأرض المعركة أما في زماننا فأصبحت الحروب خفيفة جدا لكنها بأسلحة خفيفة في وزنها ثقيلة في معناها حروب الجيل الرابع والخامس الآن تدار من خلال هذه الأجهزة الفتاكة عبر منصات عالمية يديرها من يديرونها لأجل تزييف الوعي يكرهون الشباب والأبناء في أوطانهم في دينهم في أفكارهم بل ربما في نبيهم بل ربما يزهدونهم في علمائهم وفي قدواتهم لا يريدون أن يكون هناك رموز لا في الدين ولا في الدولة ولا في البيت ولا في المدرسة ولا في أي مكان كان إسقاط الرموز هدف عند هؤلاء الذين يريدون أن يخترقوا الدول الإسلامية والعربية في الأونة الأخيرة بناء الوعي يبدأ من إعداد العقلية الفارقة والعقلية الفارقة هي التي ندعوها إلى التفكير قال أحدهم أن نعلم الإنسان كيف يفكر فنحن نبني إنسانا ونبني عقلية فارق أما أن ننقل له المعرفة دون أن يفكر فنحن نضمه إلى مجموعة من القطيع نقل المعرفة لا بد أن يعرض على العقل والفكر والقلب معا بل إننا في أمس الحاجة إلى أن نعرض على العقل والقلب كل ما يرد إلى أسماعنا وأبصارنا وأذهاننا حتى ولو كان هذا الكلام من ما يزيل بصدق رسول الله أو ما يبدأ بقال رسول الله في الأونة الأخيرة أشياء منتشرة لأحاديث موضوع يتبادلها الناس على منصات التواصل منها الوادسة أبو غيرها إنه يبدأ ينقل حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أخبر أخاه أن رمضان قادم فهو حرم الله واجهه على النار لو شغلت دماغك شوية هو سيد النبي يقولي الكلام ده بناء عليه ومجرد ما أنا أقول له واحد صحبي أو جاري أو فلان باقي كم يوم عن رمضان ربنا حرم واجه على النار دون أي فعل لأي شيء في عبادة أو طاعة أو جبر خاطر أبدا مستحيل وده كلام سيدنا النبي ما تلفزش بيه أصلا لذا نبني الوعي الشائعات والشائعات سلاح من الأسلحة الجديدة التي تحمل أحيانا الكذب والنفاق والخداع ومش خداع فكري فقط ده خداع استراتيجي وخداع عقلي وخداع إنساني وبصري في كل السبل ويصورون الدنيا لبعض الشباب على أنها هنالك جميلة مفروشة بالورود فإذا ذهب ما وجده ورودا ولا وجده شيئا بناء الوعي يبدأ من إفهام أولادنا ونفسنا مراد القرآن ومراد الله من خلق الإنسان واستخلاف الإنسان في هذه الأرض ووجود الإنسان على ظهر هذه الأرض وما دور هذا الإنسان المنط به وما هي المهمة المكلف بها الإنسان للإعمار والبناء والتشييد والتربية والتربية الروحية وهكذا إحنا في أمس الحاجة إلى وعي رشيد وإلى رجد حقيقي وفهم لمآلات الأمور وقراءة متأنية بعمق في الماضي ثم قراءة الواقع والحاضر واستقراء المستقبل هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم وهكذا استطاع يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يخرج بأهله وبأهل مصر من القحط كان واعيا لما خرج لتأويل الرؤية قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ودأ بوضع الخطة ودع الناس أن يساعدوه في تنفيذ هذه الخطة فقال تزرعون سبع سنين دائبا فما حصدتم فذروه في سنبوله إلا قليلا ما تأكلوا ثمائتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا ما تحصنوا ثمائتي من بعد ذلك عام شوف خمستاشر سنة شغل مين هيشتغل معايا بعقلية فارقة في هذه المرحلة عشان نطلع وأدار المعركة بإدارة واعية رشيدة حكيمة إلى أن وصل إلى منتهاها ونجح نجاحا منقطع النظير وجاء الله سبحانه وتعالى بأهله إليه وخطب الأب وقال له يا أبتي هذا تأول رؤية من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما شاء وده الفرق بين يوسف وبين إخواته يوسف كان وعيا قال له أبو يعقوب عليه السلام في مقدمة حياتي وطفل صغير بعدما قال له لا تقص رؤيك على إخوتك قال له وكذلك يجيت بيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث أنت ربنا الله يعلمك ويتم نعمته عليه هكذا فعل الله مع الخضر عليه السلام مرت الأحداث بيوسف إلى أن وصل إلى قول الله تعالى ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأولي الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالح بوعي نظر في حياته فأتقن النجاح فيها وبرجد نظر في آخرته فأتقن الوصول إلى مرادها الخضر لما تبعه موسى لم يكن واعيا لما يحدث فرأى أن في قتل في خرق السفينة وفي قتل الغلام وفي بناء الجدار شر مستطير لكن الخير يكمن في الشر لما خرق السفينة قال أخرقتها لتغرق أهلها قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا لما قتل الغلام قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقرأ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا لما بنى الجدار قال لو شئت لاتخذت عليه أجراء ها هنا قال له هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار انظر إلى أما وأما وأما تجد الوعي الحقيقي لقراءة الماضي ثم قراءة الحاضر والنظر بعمق في حاضره ثم استقراء المستقبل بل بعلم من الله وعلمناه من لدننا علما دا مش معناه إن أنا بقول للشباب أن يكتهد بالعلم اللدني ويفكر في المستقبل ويحاول أن يصنع أشياء على لا على علم على فهم على مراد الله سبحانه وتعاله الوعي معناه إن إحنا نحاول نطلع شباب فاهم ما يحاك وما يحدث حوله يقرأ الواقع وإحنا بنتعلم صناعة الفتوى علمونا أدوات مهمة جدا نستخدمها في صناعة الفتوى علمونا في الأزهر الشريف أن من أدوات صناعة الفتوى أولا فهم النص ثانيا إدراك الواقع ثالثا إسقاط النص على الواقع السؤال هنا ليه إدراك الواقع؟ لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان ومن يفهم مراد الله سبحانه وتعالى في نصوص القرآن يفهم كيف يسقط هذه النصوص على الواقع والطبيعي إنه ما يجوز أو يحقه لأهل البدل يختلف عن أهل الحضر يختلف عن أهل القبائل يختلف عن الذين يعيشون في العزاب والنجوع يختلف عن الذين يعيشون في المدن الكبرى وهكذا حال المسافر يختلف عن حال المقيم وهكذا حتى في العبادات الشعائرية شوف ربنا يقول لنا في القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الورو والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أي إذن السفر والمرض يغيران من شأن العبادة والعبادات الشعائرية يحاولوا الصيام من رمضان إلى قضاء في وقت آخر فعدة من أيام أخر الفهم هنا معناه أن ربنا سبحانه وتعالى بيعترخص للإنسان المسافر والإنسان المريض ويغير الحال على حسب احتياج الإنسان محتاجين نفهم ده محتاجين نفهم الواقع اللي احنا عايشين فيه محتاجين نشوف وقعنا وأمتنا عايزين مننا إيه ولماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة ومراد الله من خلق الإنسان وما مهمة الإنسان إيه مهمتي ومهمة حضرتك لأنه بالكلام فقط لن يتغير الحال وإنما ستغير بالعمل والإنتاج وتطوير الذات وتطوير الذات بالمناسبة أصبح لتخصصات من تنمية بشرية وعلماء ومفكرين وخبراء يفكرون ويخططون ويجهزون والحقيقة أنه الدين الإسلامي سبق بخطوات كثيرة من سنوات كثيرة من أكثر من 1400 سنة في التنمية البشرية وتطوير الذات أفضل من دعا إلى التنمية البشرية وأن يطور الإنسان من ذاته ومن نفسه ومن عقله ومن فكره والمصطفى وكفى صلى الله على حضرته وآله الذين كانوا في الخلق الجميل على مثاله بسبب بناء الوعي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى فكرة حضرت سيدنا سلمان الفارسي في حفر الخندق وكانت الفكرة جديدة ولم تكن قد حدثت في بلاد العرب من قبل ولا في الحروب السابقة أخذ النبي بها وكانت ابتكاراً واختراعاً أخذ النبي بها صلى الله على حضرته وآله ونجحت لأنه كان يشجع على الابتكار والاختراع والتطوير لكن بفهم وبعلم وبعمق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعبقرياته كان واعياً ففهم أن الأمة تحتاج إلى هوية فأنشأ التأريخ الهجري في عهده بعدما عرضت عليه وثيقة سطر فيها كتبت في رجب فسأل في أي رجب ثم بعد ذلك اجتمعوا وصمموا على أن يكون للأمة هوية وقرروا التأريخ الهجري اللي هو 1446 سنة مرت عليها إلى الآن سيدنا عمر بهذا الوعي رأى بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو يصلي القيام مع الناس في المسجد مرة ومرة ومرة ثم بعد ذلك يدعهم إلى الصلاة في بيوتهم ومرت الأعوام وانشغل الناس ورآهم الفاروق مشغولون في الأسواق فجمعهم على صلاة التروح فقالوا هذه بدعة قال نعمل بدعة هذه ده الوعي إدراك الواقع متطلبات العصر سيدنا الصديق رضي الله عنه في وقت حروب الردة وكان الصديق رضي الله عنه يخرج زكاة المال من بيت مال المسلمين ووضع الجزء المنصوص عليه في القرآن للمؤلفة قلوبهم واعترر الفاروق مع الصديق وفكر سويا بعقلية رشيدة قال كنا نعطي هذه الأموال سابقا لأننا كنا قلة ونحتاج إلى كثرة عددية أما وقد صرنا الآن قوة أصبحنا لا نحتاج إلى غيرنا فاعترض الغريب والعجيب أن سيدنا أبو بكر الصديق نزل على رأي الفاروق عمر طيب تعال بقى شوف سيدنا عمر وهو بيكلمنا هنا عن أنه يدخل المسجد يلاقي الناس قاعدين في المسجد يقولهم ما لي أراكم تجلسون في المسجد أن السماء لا تمطروا ذهبا ولا فضة يلا تفضلوا خرجوا للأرزاق وبعد كده يلاقيهم مشغولين في الأسواق فيجمعهم على صلاة القيام إيه ده هو في تعارض بن فعل الله ده ده الوعي ده التأقيت والتوقيت والمواقيت كل شيء لوقت الصلاة لها وقتها والعمل لوقته والعبادة لها وقتها حتى القرآن بيقول يا أيها الذين أمنوا إذا ندع للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودار البيع ذلكم خيروا لكم من كنتم تعلمون من بناء الوعي أنه ما فيش مدرس بيدي درس خصوصي يجي يدي وقت للولاد في وقت صلاة الجمعة ما ينفعش حضرتك ده حرام حضرتك الدرس اللي بتدرسه والإمام بيخطف في الجمعة حضرتك دلوقتي تشتغل شغل حرام لأن ربنا نهى عندها قال إذا ندع للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وداروا البيع ذلكم خيروا لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله الساعة بتاعة صلاة الجمعة دي ما ينفعش حضرتك تشتغل فيها خالص إلا إذا كان هناك استثناء يعني دكتور بيعمل عملية والمريض بتاعه هيموت في الوقت ده واحد سيء أطر ومسافر به على طريق للناس ولو وقف هتحصل مشكلة في الوقت ده أو في الحالات اللي يبقى فيه أعمال دائرة في وقت صلاة الجمعة على خلاف ذلك لا يجوز للإنسان أن يقوم بعمل يهيئه الوقت بعد صلاة الجمعة أن يقوم به في وقت صلاة الجمعة لأن ربنا قال كده الوذر البايع ذلكم خيروا لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتقوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون بناء الوعي محتاج أن احنا نهتم بولادنا وشبابنا وما نخلهمش ياخدوا دينهم وأفكارهم فقط من جوجل ومن مواقع التواصل ومن نصات الاجتماعية بس لا ولادنا محتاجين لفاهم رشيد وعقلية فارقة رشيدة ونفس محمدي يأخذهم من الضيق والاضطرار إلى الساعة والاختيار لا لخطاب في نوع من أنواع التحريض ولا العنف ولا الإرهاب ولا في نوع من أنواع الميوعة ولا الدلع ولا الإلحاد وإنما بخطاب وسطي نوع من أنواع الميوعة من الضيق والاكتبات لكتبات أكتبات من الضيق والدلع عنك كل حاجة العلم يورث والعلم بالتواتر وبالنقل ده حتى الإمام الشافي قال عن العلم كده الأخي لن تنال العلم إلا بستة إنساء بيك عن تفاصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتعاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان الوعي أنك تروح تستفتي من يفتي بحق ومن هو أهله للفتوى مش أي حد تقبله تسأله أي واحد يتسأل يجاوب في الدين حاسب انتظر حضرتك متخصص اتكلم مش متخصص أرجوك فلتقل خيرا أو لتصمق حتى في الطب الوعي في إن حضرتك لما تحتاج لعلاج ما تروحش للصيدالة تقول أنا تعبان شوية بطني تعبانة شكلي عندي مغص شكلي عندي كذا اوصف لي أي علاج مينفعش في تخصص في طبيب وأنا لا أقبل أبدا أن يأتي الإنسان إلى الشيخ في المسجد يقول له أنا بطني تعبانة والله إقرأ لي شوية هات لي شوية ما يقرأ لي عليها وإن كانت هذه الأشياء من أدوات الاستشفاء إنما الأصل أن تذهب إلى الأطباء أولا فيشخصون لك الداء ثم بعد ذلك تأخذ بالأسباب وتتوكل على رب الأسباب فتخرج الصدقات وتستشفي بالقرآن الكريم وهكذا إنما القرآن كتاب شفاء ونور وهدى ورحمة لكن ليس لاستخدامه في إنه هو كل شوية نوع نجيب مية ونقرأ عليها ونقلب فيها حاجات ونحط فيها أشياء وندوبها ونديها للمريض وربما كان هذا المريض مريض بورم مثلا يحتاج إلى علاج كيماوي أو يحتاج إلى علاج إشعاعي أو 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 يبقى الدكتور اللي يوصف نحتاج إلى هذا الفهم عايزين السواء هو اللي يركب الأطر بينه ويمشي بينه والسواء اللي بعرف في سوق الأوتوبيس هو اللي يركبه وكل له تخصص محتاجين ولدنا في أيام الدراسة ينتبهوا للمذاكرة وللجد والاجتهاد وللعلم مع عدم الاستهانة بأوقات الصلاة لأنه فيه ناس النهاردة في مقدمة الأيام بتاعت الدراسة والامتحانات ولادهم بيصهروا ليه الفجر وقبل الفجر بدقائك ينام يقول لك اعمل ايه بقى خلاص لا مش حاجة اسمها خلاص الصلاة دي فرد لازم يصليها والعلم كمان فرد لازم يتعلم بس فيه مهم وفيه أهم في حق ربنا وحق العباد الوعي مهم جدا 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 مع هذه المخاطر التي تكتاح العالم من حولنا في فلسطين وفي مصر وفي العراق واليمن وليبيا وسوريا والسودان في كل حتة النهاردة فيه تزييف وفيه خطر وفيه حرب شرسة بفضل الله تعالى مصر أمينة ومحفوظة وستظل بإذن الله تعالى لكنها تحتاج إلى وعي أبنائها وفهم من هؤلاء الأبناء وقراءة متأنية للماضي وللحاضر وللمستقبل ودورنا في تسليم راية الأمن والأمان إلى غيرنا والفكر العاقل الرشيد والحكماء ومجالسة الحكماء والعلماء والعقلاء لأن الحرب مبتغاها أن العدو يصل إلى عقلية من يريد وإن وصل إلى العقلية واخترق العقل استطاع من خلال هذا الاختراق أن يفعل ما يريد وشوف النهاردة حضرتك اسأل نفسك منصات التواصل اللي تدي فلوس وأرباح بالدولارات تديها على إيه؟ أحيانا بيبقى المحتوى لا يستحق أصلا ومحتوى في إسفاف ومحتوى أي كلام في أي كلام صاحب يحصل عليه من أموال فيقوم في هذه المرحلة يزيد في الإسفاف ويزيد في التفاهة ما هو شايف إن الموضوع بيجيب له فلوسه بس لكن هل هذه الأموال حلال؟ هل من حقك هذه الأموال؟ ده السؤال اللي تقف أدامه لأنها تحاسب على ده تحاسب على الوقت ده وعلى الفعل ده وعلى المال ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيمة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه هل تتسئل على ده؟ قال الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والنعيم قمة النعيم أن تجد الماء الذي تشربه طيباً كب بيت الماء دي نعيم العلم الهدوء السكينة الطمأنينة السكون أن تصبح آمناً في سربك معافاً في بلنك عندك قتل يوم فكأنما حيثت لك الدنيا بحذافيرها ولدنا محتاجين يتعلموا تعليم حقيقي والتعليم كان زمان معناه محو الأمية إنما الآن التعليم معناه أن يتعلموا حقوق المولى سبحانه وتعالى عليهم ويتعلموا حق الشرع وحق الدين وليس محو الأمية محو الأمية الشرعية والدينية والفكرية والعقلية وكمان عايزين نمح الأمية الاقتصادية والسياسية والرياضية والطبية لدى الناس إذن دي كل منا دور في تجديد الخطاب الإعلامي والرياضي والفني والديني الخطاب الفني محتاج لتأهيل لأن المسلسل والمصرحية والفيلم بيأثروا تأثير وجداني ونفسي في عقول الشباب ويجب على من يضع هذه الأشياء أن يفكر في الأثر الذي يتركه من بعد إننا نحن نوحي موتى ونكتب ما قدمه وآثره الخطاب الكرة والرياضي الخطاب الإنساني كما نحتاج أيضا إلى تجديد الخطاب الديني بتجديد وتأهيل وفهم وفكر يناسب عقول الشباب وكل إنسان منا على ثغر في مكانه يخاطب العقليات التي يحدثها بما يتوافق مع فكرها لأن سيدنا النبي هو الذي أمرنا وعلمنا وأرشدنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم ومن هنا نبدأ سويا ونسير جميعا في خطوط متوازية نحو بناء رشيد لعقول فارقة تستعد لمواجهة كل التحديات التي تجابه هذه الأمة وتواجه هذه الأمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقين شر الفتن ما ظهر منها وما بطنه أن يحصن أولادنا وعقول شبابنا وبناتنا بالقرآن العظيم وبسنة النبي الكريم صلى الله على حضرته وآله وقبل ما أشكر حضرتكم عايز أقول إن دورنا في المرحلة الراهنة دور كبير جدا 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 ومسؤولية ثقيلة واجب على كل واحد مننا أن يتحمل المسؤولية في مكانه الذي كلفه الله به وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقام خالص شكري وتقديري واحترامي وتحياتي لحضراتكم ولإخواني الذين أعملون معي بالاستوديو من أراد أن يترك في الناس علامة فليقابلهم وعلى وجه ابتسامة أحيى حضراتكم وأقول لكم في أمان الله حسنا